هو ايه مدى الاهتمام يا كابتن عصام بحكام اسكندرية ماخدوا بالك الحكام برضو بيبقى عبارة عن حكام من مناطق في حكم منطقة القاهرة في حكم منطقة اسكندرية في حكم منطقة شمال سينة بتبقى مناطق لكن في النهاية كل المناطق دي بتخضع لإدارة لجلة الحكام بس ايه مدى الاهتمام بحكام اسكندرية الفترة الأخيرة يا كابتن عصام انا سألت الفترة او في الساعات الأخيرة اكتشفت كذا حاجة أول حاجة الكابتن عصام بنفسه لما عمل القايمة الدولية طلع منها محمود باسيوني اللي هو بيدي له المنشاط دي ما انت بتطلعه من القايمة الدولية يبقى أكيد مش حاكم كف أو أكيد مستوى الفني مش كويس ما انت لما تطلع حاكم من القايمة الدولية ما لهاش مبرر تاني إلا لما يكون مثلا مش جيد في اللغة الإنجليزية نفتارد يعني ما هي دي الأسباب اللي ممكن تطلع بها حاكم يا إما المستوى الفني يا إما الحالة البدنية يا إما إيجادة اللغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية أعتقد يعني اللجنة ما بتهتميش بيها لأن فيه أعضاء في اللجنة أصلا بروفش الكلمة إنجليزية طمام طيب طلعتوا من القايمة الدولية ليه الفترة الأخيرة فيه اهتمام بالكابتن محمود باسيوني وموجود دايما في المباراة الأخيرة ودي مطشاط قدامكم على شاشة شفتوا التواريخ بالمطشاط بالموعيد ما جبتش حاجة من عندي ده موجود على صفحة اتحاد الكورة اللي موجودة على الفيسبوك أنا سألت لقيت إن فيه اهتمام من الكابتن عصام تحديدا بحكام منطقة اسكندرية الفترة الأخيرة وإذن المفاجأة النهاردة كمان وأنا بنا أدور في أسماء الحكام في المطشاط لقيت مطش إستر نيكامبني النهاردة مع بيرامتز الساعة سبعة قدامكم على الشاشة هتطلع قائمة الحكام لقيت حكم الساحة النهاردة الكابتن صبحي العمراوي كابتن صبحي العمراوي منين يا جماعة؟ منطقة اسكندرية برضو؟ آه منطقة اسكندرية برضو طب إيه الأسباب؟ اكتشفت ودي بقى من مصادري داخل اللجنة ومن داخل الاتحاد إن الحاج عامر حسين عنده توجه إن إحنا لو نغير لجنة الحكام نجيب الكابتن جمال الغندور فيبدو إن المعلومات دي وصلت لي لجنة الحكام فابتدى يكون فيه اهتمام من اللجنة بحكام اسكندرية ندي المحمود باسيوني كذا مباراة ندي صبحي العمراوي أنا عايز أليكم على حاجة تانية هو مش محمود باسيوني بس ده كمان في مطش الزمالك والداخلية اتطاقموا كله من اسكندرية محمود باسيوني حكم ساحة وقال شعبان مساعد أول من اسكندرية خالد السيد مساعد تاني من اسكندرية إيه الأسباب يا كابتن عصام؟ هو لو حد ليه وجهة نظر إن عايز يجيب الكابتن جمال الغندور والحاج عامر حسين عنده خبرات كبيرة وكيد وعارف الكواليس ضمكوا على شاشة هو محمود باسيوني وقال شعبان خالد السيد التلاتة من اسكندرية ما انت نفسك استبعدت باسيوني من القائمة الدولية وقلت المستوى الفني ودخل مكانه أو كمل مكانه الكابتن محمد معروف لو الحاج عامر حسين بيميل دايما ليه وجود الكابتن جمال الغندور هي وجهة نظره ورأيه والكابتن جمال الغندور يعني مش محتاج حد أصلاً إنه يتوسط أو يقول إن الكابتن جمال يرجع كرئيس لجنة كابتن جمال اسمي كبير جداً والحاج عامر اسمي كبير جداً في مجال الكورة لكن أنت كرئيس لجنة ليه بتضع هذه الاعتبارات وانت بتختار أسماء الحكام ليه بتحط التفاصيل دي في دماغك وانت بتشتغل وبتدير اللجنة ما هي بالطريقة اللي انت بتشتغل بها دي يبقى أنت لا بتفكر في المستوى الفني ولا بتفكر في الجاهزية البدنية ولا بتفكر في مدى استعداد الحكم للمباراة انت بتختار بناء على معلومات مين عايز يجيب مين طب أبعاد الاختيار ده هيماشيني ولا هيخليني طب أجيب حكام مسكندرية فيبقى الحاج عامر مثلاً راضي عني ايه القصة؟ من عايز أفهم ايه القصة؟ الفكرة ان تحط نفسك في الموضع ده ان احنا النهاردة ندور على اسماء الحكام في الفترة الأخيرة نلاقي محمود باسيوني متقرر لفرقة آخر ثلاث مطشاط متتالية مرة فار مرة ساحة مرة فار هو حكم دولي؟ لا ما كانش دولي أو مش دولي طب ليه مش دولي؟ هو كان دولي وكابتن عسام طلعه الله مهلا وكابتن عسام كان هو برا ودخله قائمة دولية فالرجل بيدي له مطشاط انه شايفه حكم كف حكم كويس لكن ده انت شيلته من القائمة دولية تدي له مطشاط كتير ازاي؟ يعني ركب لي دي على دي عايزة فهمها يعني حكم انت شيلته من القائمة دولية وبتدي له النهاردة او الفترة الأخيرة في آخر شهر ثلاثة اربعة مطشاط لفرقة واحدة ما ده معناه ان ان انت بتصق في هذا الحكم بس الجملتين مش ركبين مع بعض ازاي بتصق وازاي بتستبعد وليه التركيزة لحكام اسكندرية الفترة الأخيرة؟ ده على فكرة انا بس لولا دي الوقت دورت في آخر اسبوعين ثلاثة انا لو دورت في آخر شهرين ده انا هكتشف تفاصيل كتير والكلام بيجي للواحدة على فكرة يعني الحمد لله اعضاف اللجنة حاليا وخارج واعضاف اللجنة سابقا وحكام دولين حاليا الكل بلاستسناء عارف التفاصيل دي طيب دي جزئية طيب